أرجعنا معكم وصلنا لفقرة التجميل ومعنا طبعاً مدونة التجميل زينة الجندي هاي زينة مرحباً كيف حالكم؟ طبعاً عن إيش نحكي اليوم؟ اليوم رح نحكي عن سكروب عن الفيشل سكروب من هايلوجيا هل سيكون شيء غير لأنه ليس دائماً سيرم وهيك ولكن اليوم رح نحن نحكي عن سكروب نحن يوم بعد يوم الخلايا الميت تتراكم بوجهنا سواء كان من زيت او كان من ميكوب زياد اذا كان هناك نحكي عنه كثير منيح صحة من طبيعية ايوه او حتى غبرة او بكتيريا فكله تتراكم بحاجة لسكروب انه نظف بشرتنا منه قبل ما نكمل خلينا نتلع نشوف هذا التقرير ونرجع اليوم رح نحكي عن موضوع جديد واللي هو تأشير البشرة من خلال منتج فايشل سكروب من هايلوجيك تأشير البشرة هو عبارة عن عملية ازالة الطبقات العليا من الجلد لتحفيز البشرة لتكوين طبقات جديدة اكتر نعومة ومتناسقة ومتوحدة في اللون من فوائد تقشير البشرة اولا ازالة الجلد الميت والاوساخ فوضع السكروب وازالته عن البشرة يزيل الاوساخ الغبار وطبقات الجلد الميت الموجودة اعلى البشرة تزويد البشرة بمضادات الاكسيدة فالاقنعة المستخدمة لتقشير البشرة بالعادة تحتوي على فيتامينات لمحاربة اضرار الجلد وبتحميه من التلف المستقبلي تصغير البشرة لتبدو اكثر اشراقا حيث يصغر التقشير حجم المسامات لتبدو البشرة اكثر جمالا ويقلل من ظهور الخطوط الدقيقة امتصاص الزيوت من البشرة يمتص السكروب زيوت البشرة بدون ما تسبب جفافها تهديئة البشرة حيث تساعد الخصائص المضادة الموجودة في اقناع التقشير على التخلص من الجلد الميت والرؤوس السوداء والرؤوس البيضاء وتقليل الالتهابات على تصيب الجلد واليوم سأحكي لكم اكثر عن منتج فايشل سكروب من هايولوجيك فايشل سكروب هو عبارة عن مقشر ناعم على البشرة ما بسبب اي تحسس او تهيج بالبشرة بيحتوي على مادة اسمها اكسفو امبر وبابرمنت اويل هذا المنتج بعمل على تنظيف البشرة ويحميها من الاوساخ ويعطي انتعاش لانه بيحتوي على زيت النعنع المناش اليوم سأفرجكم كيف سنستخدم الفايشل سكروب من هايولوجيك منحط كمية قليلة على ايدنا ومنبلش نفرق بنعمة بشكل دوائر لمدة طقيتين وبعدين ممكن نمسحه او نخسله باستخدام الماء قبل ما نبلش الحديث معك نرجع نأكد لكل المشاهدين انه لما نحكي عن منتجات هايولوجيك منقول منتجات عضوية 100% ما فيها اي مواد كيموية وبتناسب كل الاشخاص وكل انواع البشرة صحيح وحتى هذا السكروب كان اول منتج يضبط على انواع الحساسة على البشرة الحساسة بالضبط انا بالعادة يا جماعة بخاف من موضوع تقشير البشرة انا بشرتي حساسة وبخاف دائما من التأشير خصوصا زي ما بحكو بالصيف نحكي لنا قليلا عن المنتج كيف يكون عملية التأشير هل هو خفيف على البشرة يناسب جميع انواع البشرة نحكي لنا اكتر زينا هلا اول شيء يجعل البشرة تكون صافية ويجعلها حياة اكيد ما حدا بحب ميكوب وخاصا اذا بلشنا فانديشن وبلشتوا بعدها كل مراحل بعدها بشرتنا ستكون ميتة وتحسوها انه مش ضابطة مع الميكوب فعشان ايك هذا اشي ان احنا نحتاج سكروب مرات بتحطي مرات بتحطي الميكوب بس بتحسي بشرتك مش نضيحة انا بالضبط هلا تستخدم السكروب صبح او ليل بس المهم اذا بدكم تستخدم السكروب بالصبح يجب ان تضع واقي شمس كثير من ميح لماذا؟ لانه احنا ماتنا تكون فاتحة الصبح خاصة ان احنا عملنا تقشير فتكون بشرتنا كثير تكون حساسة لاشعة الشمس فكثير ضروري نضع واقي شمس واذا اضعنا صبح او ليل مهم نضع مراتب وسيروم فهو يعني يعتبر منظف ومقشر للبشرة ايوه تستعمله مرتين بالنهار لانه يجب لي المقشر الذي يكون السكروب لحاله لا تستعمله مرتين باليوم لانه ممكن يؤذي البشرة هلأ لا مرتين باليوم انت معكم الخيار اما تضعه الصبح او ليل بس تستعمله مرة لثلاث مرات بالاسبوع هذا المهم بزوط لكل انواع البشرة حتى البشرة الحساسة تضبط عليها بس حكيت مهم انه تضع مرتب وكريم بعدها هلأ مثلا السؤال انه كيف تستعمل السكروب بطريقة صح اول شي بتقدري مثلا تضعه بعد الشور تكون لانه مي ساخن وستيم وبخار او بتقدري مثلا جايبي مي ساخنه وتغطيها شوية مثلا بالمنشرفة بتكبسي انتي على المسامات فيك المسامات بفتحه صح وتضع نقطة كثيرة من السكروب وتفرك على كل وشك اوكي مثلا على رقبتك صحيح ايوه بزبطة ايوه بزبطة او او اذا حدثت كثيرة كثيرة ناشفة وتضع هذا السكروب تمسحيه بعد دقيقتين وكل شيء بروح هلأ بس المهم بعد السكروب هاد سكر المسامات كيف؟ تضع مثلا تلجة تسكر على كل مسامات او ماء بارده احكي لنا ايش المواد الموجودة بهذا السكروب هذا السكروب في مادة اسمها بابرمينت اويل بابرمينت اويل بابرمينت اويل بابرمينت اويل بابرمينت اويل 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 بابرمينت اويل بابرمينت اويل بابرمينت اويل اويل بابرمينت اويل بابرمينت اويل 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 الذين يودوا التقشير الذين يودوا الخلايا الميتة اويل الفيزيك الذين يودوا فcket اويل أين يودوا профصوات الح 굉장히 والحن الصغاز المście لسهول التقشير ونسك في الجميع حمد الهيلورونيك الذي قلنا عنه بجميع منتجات هايولوجيك الآن الهيلورونيك أسد الذي يساعد بهذا السكروب أنه يمنع بشتك تصير جافة ممتاز، يرطبها دوغري وجود الهيلورونيك أسد في السكروب لأنه مثل ما قلت لورينا فيه كثير مقشرات تحسس البشرة تصير محملة وجود الهيلورونيك هو يعمل على عدم الإحمرار لا تجعل فيه تحسس من الهيلورونيك أسد صحيح هناك الكثير من الهيلورونيك يخافون أن تستخدموا السكروب أو مثلا كميكال بيلنج عندما تستخدموا بشرتك كثير تكون ناشفة لكن هذا السكروب الذي تستخدميه لا تشعر فيه فرق بالعقس أنه يحسن بشرتك هناك أحسن شيء بهذا السكروب برأيي أن تستعمليه بالصيف لأنه من الأشياء التي دائما الناس تتحدث عنها وحكينا عنها بأكثر من حلقة من قبل أن البشرة دائما يعملوا التقشير بالشتاء لكي لا تتعرض لشمس حارة وقوية وطبعا لازم وقت هذا ما حكيتي زينة ينحط عليه واقع الشمس طبقة حتى بيقولك كتر من واقع الشمس وكلها كمسة أجددية لكي لا تتأثر وتتحسس البشرة وصفي حتى مرات بيكون فيه حروق من وراء هذا الموضوع دائما التأشير وخصوصا لما يكون كيماوي قوي كتير بيكون دائما يفضل أنه ينعمل بالشتاء الآن بما أنه هذا المنتج موجود وفيه كمان مرطب عامل مرطب وهو الأسد اللي حكينا عنه الهيلورونيك أسد منقدر نستعمله بالصيف بس ما نبالغ باستعمله دائما كتير مهم نعرف أنه أي شيء فيه تقشير ما نبالغ باستعمله زينة ثلاث مرات خلينا نحكي بالأسبوع بالأسبوع تعرفوا شو كمان بحس السيدات يعني بخافوا يستعملوا المقشر بالبيت دائما بعتمدوا عليه بجلسات خارجية بره البيت فمش خلط يكون عندك بالبيت وستستعمله ثلاث مرات بالأسبوع وبتساعد بشرتك تنطفيها أول بأول زي ما حكيت أنت بالبيت مثل تحطي ميكوب عندك إفنت أو حتى أي شيء بالبيت قاعدة حاسة بشتك تعبانة تحطي هذا السكروب وتتلع بعدها تحطي ميكوب فبصير فيه لتحطي ميكوب كثير بيكون بتلاحله وكمان هذا السكروب بيقلل من تجعيد والخطوط التجعيد والخطوط خطوط الدعبيت طبعا الناس اللي طبيعة شغلهم أو هم بيحبوا يحطوا ميكوب كل يوم فانديشن كل يوم لازم يعملوا هذه الشغلة لازم دائما يكون التنظيف تبع البشرة مرات مهما غسلت وجهك هيك بتحسي لسا فيه هيك أخري نحكي بواقع بزول مسامات بيكون الميكوب بالضبط فهون بيجي دور التقشير أنه ينظف كل شيء موجود داخل المسامات تبع البشرة لازم دائما الواحد يعتمده ومهم على طول يعني كل ما موجود وين نلاقي هذا المنتج؟ كل مكان يعني ما تلاقوه مع السيرم نفس الثان تبعون السيرم بيكون فيه مثلا عنها سكروب والمعسك يعني كل منتجات هايولوجيك العام نحكي عنها موجودة بكل صيدليات المملكة بيطلقوها وين ما كنتوا ونحكي كمان إنه هي عضوية نرجع نأكد إن هي عضوية مئة بالمئة وما بتحتوي أهم إشي على مواد كيموية صح رزانو كمان ما فيها بربع ما فيها غلوتين ولا عطور ولا صبغات وعبودها اقتصادية بما حكينا في أغلبية الأحيان بالضاينك شهرين وطلوعين يعني في هالحالة يمكن التقشيري ضاين أكتر لأنه ما قليل مرتين باليوم كل يوم بس مهم بعدها تحط مرتب صح نحنا نشكرك كثير على وجودك معنا اليوم بدلنا نشوفك طبعا من المنتجات ثانية من هايولوجيك إحنا كمان نحبين هيك قبل ما نختم الحلقة رزان ايش نعمل مبارك صح طبعا طلاب توجيهي يعني الأسبوع الماضي شفنا كيف كانت النتائج بتشرف وترفع الراس نعم نشوف معدلات عالية اشتدنا أول مئة في تاريخ المملكة صح يعني نفسي أعرف كيف جاب هذا المخلوق نفسي أعرف والناس اللي ما نجحوا منقولهم المرة جاي يعني بالاجتهاد رح تنجحوا أكيد صح نحمي بني شدوا حالكم يا جماعة فترة وبتمر ودائما اللي جاي بعديها كمان أحلى وأحلى موسيقى موسيقى